في هنا كلمتين انا عايز اقولهم لحضراتكم لما بنتكلم عن 57 انا قلت انه في فرق بين الصرح والادارة انا كنت متوقع مثلا كمجتمع محترم وراقي ومتحضر لما سألت اسئلة محددة عن صروة شريف اسماعيل الرئيس تنفيذي للمستشفى وعن ممتلكاته وعن تجديد مكتبه انه ببساطة شديدة يصدر بيان للرأي العام ويقول يا جماعة الراجل ده كداب والرجل ده ما بيقولش الحقيقة وانا وضعي 1-2-3-4 كان بداه هي ما بيحترمكم احترم الرأي العام احترم الناس لكن انا فجئت الحياة بايه بانه اطلق يعني ازرعه الاعلامية والرجانه الاكترونية وكلابه النباحة فيعمله هاشتاج يقولك المحور كدابه ومحمد الباز قابت انا قابت اه في حقيقية قابت من الناس قابت من الناس اللي ولادها بيموتوا على الباب المستشفى قابت من الناس اللي بتشتكي وبتقول ان احنا تعاملنا مش كويس قابت من الفقراء اللي اتبرعوا للمستشفى ولقوا انه الفلوس دي مش بس بتروح ليه العلاج ده بتروح ليه اعلانات واوا الى اخر قابت من الناس دي كويس ببساطة شديدة جدا لانه انا لو بخطط ان انا قابت ما كنتش عملت الحاملة وكنت روحت قابت من حتة تانية شريفة ببساطة لكن انا اعرف الارض اللي انا واقف عليه ليه؟ لانه هم بيمارسوا نوع من التدليس وجزء من التدليس مثلا هقولوا لحضراتكم احنا لما قلنا انه لدينا معلومة بتقول ان مكتب شريف اسماعيل في مستشفى 57-57 شريفة ابو النجا شريفة ابو النجا في 57-57 تم تجديده بمليون جنيه في مطلع الشتاء الماضي كويس؟ طيب وان شركة مؤولات مصرية هي اللي عملت ده فالراجل ممكن يرد ببساطة يقول لا لقيت بقى ايه؟ كذا واحد كده يعني محمود فؤاد اللي هو يعني مدير مركز المصر الرحاق في الدواء وفي واحد اسمو اسام الشازلي معرفش بشتغل ايه الحقيقة يعني ما عرفش ايه وظيفته في مصر يعني او هو بعمل ايه؟ اه فنشرين ايه صورة؟ واروها لي يا جماعة كده اهي قدام حضراتك اه قالك الست محمد بس مفيش فرق مفيش فرق انك تمسك ميكروفون تختال شخص معنويا او يمسك ارهابي مدفع يختال شخص جسدي كلام كبير قوي ده مكتب شريفة ابو النجا 2 في 2 لاربع افراد فقط ازاي تكلف مليون جنيه انت ظالم ومفتري بصراحة طيب سيبك من ايه من الهزل الاولاني ده بتاع ارهابي ومدفع وكلام من ده ده المكتب اللي هم الوقت بيتدولوه الناس اللي هم تقريبا فيه تعبير لطيف كده ايه الزميلة محمد سامي فريق الاعداد بيقولوا دايما لما نلاقي حد بيرد بحرارة عن المستشفى وهو ملوش علاقة بيها يقولك ايه عملو له كرنية دكتور ولا ايه فالمكتب ده اهو القدام حضراتكو هما بيقولوا ده مكتب شريف اسماعيل ازاي شريف اسماعيل ازاي شريف اسماعيل ايه شريف ابو النجا اهو مش مكتب شريف ابو النجا اهو ده شريف ابو النجا قاعد عالشمال فلو ان ده مكتبه فالرجل كان بقى قاعد على المكتب لانه قاعد على المكتب ده الدكتور عمر عزة سلام رئيس مجلس الامن تقول لي طب ده مكتب رئيس مجلس الامن انا اكيد مكتب شريف شريف ابو الناجة اصغر منه انشروا لنا صورته يعني انتوا بتدفعوا عن الراجل بصورة كاذبة بتحطوا صورة مش مكتبه مش مكتبه وتقولوا لنا اهو يا جماعة يا ضلالية يا كدبين ياللي عايزين تختالوا الراجل معنويا مكتبه اتنين في اتنين ولا يعني يسمح الا باربع افراد والصورة هي فده ده مش مكتبه طلعوا لنا مكتبه الحقيق ده ده نموذج نموذج واحد من نمازج الرد انا بتكلم انا بتكلم على الهوى كلامي منسوب لي المستندات معانا المعلومات معانا بنقولها ببساطة شديدة جدا المنتفعين بقى كتير يعني المنتفعين هنا كتير وانا اقول لحضراتكم واقعة النهاردة يعني ايه تأملوها كده هذه المستشفى اللي الناس بتدفع تبرعات عشان تعالج ولادها وانا اي حد اي حد من الناس اللي معتقد انه يعني بيبعتولي كتير ويقولوا احنا ولادنا بتعالجوا وانت كده بتعمل مشكلة اذا كنت تشعر بان هذه المستشفى قدمت لك خدمة فهي قدمت لك خدمة لان الناس دفعت الفلوس مش من الادارة مش تفضل من الادارة واذا كنت عايزني اقدر مشاعرك انه ابنك شوفيا هناك فانا مطلوب مني كمان اقدر مشاعر الناس اللي معرفوش يدخلوا المستشفى ده رقم واحد ورغم انه حكاية الوسطى دي اسطورة زي ما قلت لحضراتكو معرفوش يدخلوا ولما دخلوا ولادهم ماتوا من غير ما حد يططب عليهم حتى وقلوهم يعني حقوق علينا او احنا اسفين او يعني او البقاء لله حتى لانه مبارح الشهادة اللي قالتها سيدة محسين شهادة مفزعة والله انا لو بايدي اقدم هذه الشهادة للنائب العام للتحقيق فيه الكلام اللي قالتو في ناس طلقت شتمتها وقالت مش عارف ايه محدش هيتاجرب ابنه اللي مات خلاص هو مات مش هيتاجر بيه فالمسألة ايه ان المنتفعين كتير هذه المستشفى او هذه الادارة بدرت ناس في كل مكان وليها علاقات في كل مكان عشان يحموها بالنسبة لي مريب صمت الاعلام والبرامج الاخرى والاعلامين الاخرين عن منقشة الموضوع مريب بس هم حرين يعني لا بتكلموا بالخير ولا بتكلموا بالشر هم حرين لكن انا اقول لحضراتكم واقع مثلا عندما كتب الاستاذ وحيد حامد مقاله الاول في هذه الحملة اللي هو كان 57-57 مستشفى قال ابو النجا كويس استاذ وحيد كتب وهو الاستاذ وحيد بيكتب على الورق لسه يعني ما بيبعتش على الميل او بيبعت بعت بعت المقال راح لجريدة المصر اليوم المقال بييجي بيتوضب عشان ينزل في الجورنان تاني يوم بينزل هنا في القارة التوزيع المسائي بالليل ويبقى في المحافظات عند حضراتكم من الناس اللي بيشوفونا في المحافظات تاني يوم فاليوم اللي هينزل في المقال بالليل في القارة الصبح بقى لقى الاستاذ وحيد حامد دكتور سعد الهلالي انا بقول بالاسماء والناس موجودة ويكدبوني يعني لقى قبل النشر يعني الجورنان لسه مطلعش المقال موجود في المصر اليوم وصل الجورنان لسه ما اتطبعش ما نزلش ما عالش عارف عنه حاجة فوجد الاستاذ وحيد حامد انه دكتور سعد الهلالي بيتصل بيه ويقول له يا دكتور كلموني الناس من مستشفى 57 وقالولي يعني اتدخل بمليك من قدر عند الاستاذ وحيد حامد واطلب منه انه يشيل المقال اللي هينشره بكرة في المصر السؤال كان عند الاستاذ وحيد طب الناس دي عرفت منين يعني الناس اللي في المستشفى ليه هم عيون في المصر اليوم فعارفين ان فيه مقال هيهجمهم ده المقال اولا انا بتكلم عنه ليه فيه مقال هيهجمهم تاني يوم فكان المسألة غريبة جدا طبعا طبعا من حقا دكتور سعد الهلالي ان انا اقول لكم انه دكتور سعد الهلالي قال له يا استاذ وحيد انا ادعمك فيما تكتب واذا كان هناك فساد لابد ان تنشره ولن اتدخل واطلب منك انك تترجع عن مقالك فده موقف محترم جدا من دكتور سعد الهلالي لكن السؤال مين هم جواسيس سبعة وخمسين في المصر اليوم اللي بينقلوا ليه شريف ابو النجا انه فيه مقال بكرة هيهجمك او وحيد حامد كاتب عن المستشفى كذا او او الاخر سؤال عادي جيت ممكن ادارة المصر اليوم تجاوبنا عليه او ممكن ممكن المسؤول الكبير في المصر اليوم اللي هو موجود وبيتعاون مع شريف ابو النجا وموجود باستمرار هناك يقول لنا اذا هنا انت بتعمل مشروع بيزنس بتربح منه ويبدو انك حاطت ناس في كل مكان يعني بما يشبه المافيا عشان يحموا مصالحك هما دول الناس الابضين هما دول الناس اللي واخدين ببساطة شديدة كده انا عايز اقول لحضراتكم حاجة وكل من يتعامل معايا يعرف ده انا راجل دهر يا ريان كويس واللي عنده حاجة يقولها يعني ما عنديش وبعدين هلقوا على حاجة نفسيا الحمد لله مستقر بزعلش مش شتيم يعني الناس تقعد تشتم وتقول انا بزعلش يعني نفسيا مش ان انا ببقى ممثل ان انا مبزعلش او ان انا عامل ان انا مزعلان يعني عشان محدش يبقى مبسوط فيها لا خالص يعني انا قلقيت ربنا المكانة كده مخلوقة كده فما بشلش في نفسي خالص خالص فالناس تجنب ده او تحط ده جانبا اهنا قدام قضية الرأي العام الان اصبح طرف فيها وشريف ابو النجا وادارة المستشفى هي التي لا تحترم هذا الرأي العام ولو كانت تحترم الرأي العام لأفصحة عامة لديها من وقائع عشان تكدبنه انما يعني ترمي الاضيشك في طريقنا هندسهم يا دكتور يعني ترمي الناس في طريقنا هندسهم والله لان انا زي ما بقول لحضرتنا نحن يعني بنعمل انا الراجل بشتغل وضهر عريان ما عنديش بطحة الحمد لله ما عنديش مسكة ولا طمعان في حاجة يعني ما عنديش رغبة لا في صروة ولا في نفوذ ولا في سلطة ولا في اي حاجة وقاعد هنا انا قلت قبل كده الكرسي ده ناس كتير قابلي قاعدوا عليه وناس كتير هيعودوا عليه بعدي مش قاعد يعني مش موجود كلنا بنعمل ادوارنا وبنمشي انا الحمد لله عارف ان دوري ومقرر من اول ما اشتغلت الشغلانة دي ان انا بقى بقدر الامكان بقدر الامكان في صف الناس وفي صف الحق ولما يطلع حاجة مش مظبوطة بتراجع عنه مش غينيش بقى مين بيقول مين بيعيد مين بيتقول مين بيتهم مين ومو بخافش ومو بقلقش ومو بقلقش خالص يعني انت ايه هتندخل الزاوية دي مسدودة يعني مش هتلاقي فيها رجل فانا بقول لك هناك اسئلة واضحة جدا لابد من الاجابة عليه ومكملين واذا كانت المعركة انا كنت بحاول خلال الحلقات اللي قبل كده الحقيقة بجيب الكلام اللي بيقولوه ضد المستشفى والكلام اللي المستشفى بترد به من خلال المحامي ومن خلال طريق نور اليوم اعلن بشكل واضح جدا ان هذه الحملة حملتي وخلينا بقى لان انت ايه خرقت اعلامي حاول ان يكون محايدا وموضوعيا يطرح التساؤلات اكثر مما يسوق الاتهامات في طريقك الى انه خسم خلال قابل بقى طالما انه انت بتتكلم على انه يعني انت خسم وانت بتشوه وانت قابل للقابل بقى سيدي ولن ولن اخرج عن انه انا اقدم اوراق ومستندات واطرح تساؤلات فبكرة ان شاء الله عندنا يعني تقرير من العيار السقيل عما يحدث في اموال الناس التي يتبرعون بها ل57 انتظرونا لانه اوعيدكم انه يبقى تقرير كويس جدا